عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أُنْيَ عَمَّرُ وَابْنِ الْعَاسِ أَنَّ النَّبِي فَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَى قَوْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمِ رَقْدِ إِنَّهُنَّ أُقْلَلْنَا كَثِرِ أَرَى مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي إِنَّهُ مِنِّي وَقَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَاةِ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ فَرَقُوا يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ أُمَّةِ 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 أُمَّذٍ يَجْبِرْهِ زُدْدِيكم وَبَكَكَ حُمَّةِ فَالَاءِ عَزَّا وَبْجَلْهِ يَاугِمْ يَجْبْرِيل اذهب الى محمد وربك اعلم فسأله ما يبكيك اتاه جبريل وعليه الصلاة والسلام فسأله فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو اعلم فقال الله يا جبريل اذهب الى محمد فقل ان لا سنرضيك في أمتك ولا نسوك